السلام عليكم اليوم بإذن الله بغينا نترق على هذا الأسرسيس كيقول لنا نكالكولي الموين دي ماتير سويفون عدنا الماتو الفيزيك إذن هنا طلب مني نحسب لي الموين ما معنى الموين؟ الموين احنا كيف نعرفه كنشد المعامل كنضربوه في النقطة كنزيدو علي المعامل في النقطة زائد المعامل في النقطة تلخر وكننقسم على مجموع المعاملات إذن هنحاول الحلوة للالغوريثم أول حاجة هنجو نكتبوه والالغوريثم وفوالا إذن هنشنو بغينا نحسبه بغينا نحسبه الموين إذن كتب الموين وفوالا الفاغيابل الفاغيابل هنش عدنا كيف تلاحظ هنا عدنا المات وعدنا الفيزيك وعدنا اسفيتاي وعدنا الموين ما تنسيش دائما كنقول لك دي كلارة بئية حاجات خدم بها سواء الآن ولا في المستقبل إذن نكتب مات واندير فاغيابل بي الرمزولة بالفيزيك واس الرمزولة بالسفت والموين رمزولة بالموين إذن الان خاصة نتيب بالنسبة للنقاط لا يمكن لك التام مثلا عندك حارس عام ويجعل لك صوب لي هاد الالغوريثم يجيو تضيلي انتي إذن ضروري بجدير غيال لأنه إذا كتبت لي التغيال ويجاء سيزة مثلا النقطة التي سيزة للتلميذ مثلا في المات جاب 15 لأن كل عدد صحيح عدد 10 فاغيابل ويجاء سيزة ولكن إذا كتبت لي تلميذ تلميذ ودخلها هناك المشكل لأنك ألمت أنه وحطيت لي غيال إذن أعيد كل عدد صحيح هو عدد 10 وكل عدد 10 لسبع عدد صحيح إذا كان احتمال تضع فاغيابل لأنه إذا كتبت أنتي تحط في الفاصيلة يكون مشكل إذن هنجو هنكسبو 2 أولا خستو يسيزي لنا المات والفيزيك والفيزيك إذن هنجي نكسب لي إكريغ باش إذا يقف بشي ليا في الكرون وقل يدخلي ليا النقطة دي المات دوني لانوت دو مات ووالا إذن باش يدخلي ليا يدخلي ليا ولا باش نسيزي ليا باش ندخلي ليا ندخلي ليا عن طريق ليغ إذن باش المستلع المستلاب M إذن كسب لي M إذن بقى خاصة الفيزيك إذن نكسب لي إكريغ ونكسب دوني لانوت دو فيزيك ووالا إذن باش أنا نسيزي وندخلي ليا هو رسولني لان هذا في الشرق يتصح ونكسب لي في الأوضناطور ودوني لانوت دو مات وباش أنا نسيزيها يمكنني أن تسيزي عن طريق لغة هذه اللغة هي نسيزي بحالة كونكتب لي ستعاش ونص كتبت لي في المات هنا أخرج لي دوني لانوت دو فيزيك من وراها هنا هتولي فيزيك أنا نعطي بحالة 18 مثلا أتحط لي فين أتحط هنا في بي غاد نجوع الثاني للإس فيتي أنكسب إكريغ أكسب لي يا دوني المساج لك تتغير حسب تاشنو بغي تدير سوال تكتبو بالعرنسية ولا باليابانية ولا بالصينية ولا باش ممعجبك إذن أكسب لي يا دوني لانوت دو إس فيتي وعيد المساج لا علاقة لي مهم وكلي علاقة بالأمر كتبو بالفرنسي كتبو بالإنجليش كتبو باش ما بغي تي إذن إس فيتي الآن يخرج لي يا دوني لانوت دو إس فيتي هنسيزي لي مثلا تلطاعش أتحط في إس فوالا إذن دخلنا لي المات ودخلنا لي الفيزيك ودخلنا لي إس الآن خاصنا الموين الموين ما يمكنش الكتزية الموين خاصتوا يحسبها الأوردناتور يحسبها وباش يحسبها خاصتك تعطي الغلاصة وباش كتتحسب إذن هنش عارفين عارفين أن المات غادي تضرب مثلا المعامل سبعة أمثلا وغادي تزاد عليه الفيزيك اللي هو المعامل ديالو سبعة وهي تزاد عليه السيونس وهي تضرب المعامل اللي هو الستة وهيتقسم علاش نجمع كل شي لأن كل شي يتقسم بحلقة هيتقسم علاش ندير هاكا على مجموع المعاملات اللي هو عشرين أمثلا إذن أنا حطيتكم معاملات اللي أنا كنت نقرأ بهم أنا أفكسي هم فين أنا أفكسي هم في الموين أمثلا الآن الأوردناتور هي دير همشي حسب بوحده هاد القيمة وهمشي يحطيها لنا في الكارت الممواغ في الموين لأنك هنفش كتدكلاري بيهم إنفو دكلاري سي بيهم هنا كيف يترى الكارت الممواغية هادي كيف يتحجز بلاسة الام وبلاسة البي وبلاسة الاس والبلاسة الموين بمجرد ما كتبتين في الباغيابل حجزوا لي واحد البلاس إنفو كتدك هنا كي خرج لك هنا المساج وكتسيزي لي مثلا سيزيتي لي المات مثلا 13 كي يتحط لك هنا في الكارت الممواغ 13 مثلا الفيزيك أعطي 16 ونصف كي يتحطي 16 ونصف مثلا الفيزيك أعطي 19 كي يتحط لك هنا 19 إنفوتك تجي وكتكتب لي هاد الغلاث كمشي يحسب هو كل شي مثلا مثلا لقاء 15 كي يتحط 15 الآن أنا بغي نأفيشيها بغي نشوفها بغي هذا الحساب يدهل لي بشي يدهل لي شنو هندير الضروري ببغ أفيشاج خسك تدير إكخيغ انشان كتب لي إكخيغ ونكتب لغيزي لطول الموين نتيجة أي حاجة كتبتها الموين هذا رأى ميساج يرجع لك هو الموين الموين وهناكتب ليوم هنا موين وهناكتب وهناكتب فان هناك نعطيه الأمر باش يمشي خدمة الخدمة ببقى شي تسنافية هنكتب لي فان بحلقة ونلقيها مع دوبي وهناكتب الآن هو غدي يمشي خدمة خدمة ولا تدينيه حيث أدينيه والنضماء ولنضماء والنضماء والنشيزي وآخروا هيدا يحس هال الحجم وهي خرج لنا النتيجة وهذه الموين ممكن لا تكتبهاش وتريد العلاق وتضعنا ولكن دروري لكي تؤفي كثيرا أتمنى الله تكونوا استفدتو السلام عليكم ورحمة الله اورification